لا تفرق لكن عقول الكبير لا عقول الكبير كنت عشير كدير في قول الكبير طب لما نجنوا علامات في كرة اليد المصرية هتقول مثلا الدكتور حسب مصطفى هتقول عليه ايه شخصية قيادية من طراز فريد ما فيش زي ومثيل في اخذ القرارات كابتن جمال شمس رحمة الله عليه استاذي وبعليبي وقدوتي في حياتي اتمنى ان انا احزو حزو يعني المدرب الالماني التيدمن بداية انطلاق في قولة اليد المصرية احنا فيه من ضمن الحاجات الاسئلة هل احنا فيه وانت قاعد كده معايا كده هل فيه اسئلة احنا ما سألنهاش كنت متوقع هل نسألها لك اه يعني زي ولادي معاهم ايه اتابعوا معاهم ايه امش معاهم حاجة خالص اه زعلين مني جدا بس ده معنى ده احنا لسه خلي بالك انت في انت مين دي احنا احنا لسه لسه دول طب لسه بقى بلسه دول ده انا ما اتكلم على الاسئلة الفنية والبطولات والحاجات دي لا 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 يعني الحد اعتقد حاجة لمتل كل جزء حياتي انا نقدم ما قدرنا يعني اتمنى اتمنى الناس بس في حاجة مهمة تاني وتالت وربا هو اكد عليها اتمنى الناس تعرف ان الرياضة هي اداية مهمة جدا للحياة العلمية والعملية بلاش ضغط على الولاد وهم صغيرين بلاش ضغط عصب عملالك قلق اول حاجات دي انا متضايق جدا من الموضوع ده انا معاك يا معاك الله يا كتب مصطفى صدقني الولد بس كتب هرجعك وانت ولد صغير وانت عندك ست سنين بتجري وتتنطط ماشا الله عشان دي ربنا قرمنا كلنا كده مديك طاقة ربنا مديك طاقة مديني طاقة فالطاقة دي خرجت لبحاجة النادي الاهلي بالظبط سيب الوقت يفجر طاقاته علمية عشان يحدد نفسه بالظبط اشكرك يا كتبت هي دي اهم حاجة الرياضية مش تازد نضغ عليه استرس رياضية تلعب كورة وهو مش عاوز يلعب كورة مش عاوز يلعب كورة لا هتلعب سباحة لا هتلعب جنباز ايوه ايوه يسيبه الولد يختار يختار ان مو الجثماني بتاعه اما يبدأ لحد سني 13 سنة او 12 سنة هيبدأ يقول هو عايز ايه هو عايز يا كتبت هو الولد هيبقى عارف هو عايز ايه لكن الضغط البتاع الناس على اولادهم صعب جدا 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 ومش هيخلهم فيه نجاح وصلنا للجمهور انت غتلقتك ايه بالجمهور وانت بتلعب وانت دلوقتي كمان مدير نشاط النادي الان وانا بلعب كنت وعب من الجمهور يعني زي زيهم كنت بطريقة الكورة ما بحيبش عاطف المقصورة كنت بروح وانا لعيب وانا تعرفاني وفي درجة اولى وكاة وروح اروح في درجة ثالثة جمس working كده في السلام القهرة عال الشمال ويت low الاقصار مستمتعة جدا Öz working مطبطة ايه واجه هيه بي nochmal طيبة جدا 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 لان جمهور النادي الاهدي لو ها مش موجود ما عتخدش نجوم النادي الاهدي هل نفس الجمهور كورة القدم هو بتاع كورة اليد هو هو خلاص هو هو لا لا خلاص الجمهور النادي الاهدي كل الالعب كل الالعاب خلاص كان حدت لما كنا عندنا لابطول افريقيا او بطوله عربية GPU هو النادي الاهلي كالاستاذ بيتملي السلطة النادي الاهلي كالتلاف واحد بيتملي نفس الكلام هل العبارات بتاع التشجيع كورة القدم هي هي بتاعت كورة القدم؟ هي هي ما تختلفش كليه هو جمهور هو بيشجع نادي ما بيشجعش خالد العودي في الهندبول وبيشجع طريق الغنان في البسكت وبيشجع كابت المصطفى عبدو في الكور لا هو هو ده جمهور النادي الاهلي هي بصمه هي بصمه وهي ده جمهور لو انت كده قاعد دلوقتي كده عارس تقول للجمهور كده كلمة ايه احنا بقى انا بعتبر الجمهور ده اللعيبي رقم واحد بشراء خط اتناشة ازاي بيقول انت وانت بس كده هتقول لي الجمهور هقول للجمهور كلمة واحدة نولة جمهور النادي الاهلي اعتقد ان تريك النادي مكانش تحق جمهور الاهلي هو الدعم الاساسي لكل اللعبته استند والقوة والباور اللعيبة تستمد منها طاقتها جواه في ارض الملعب اعتمنى من جمهور النادي الاهلي يسندوا كل اللعيبة اللي اوقف يعني في اصعب الاوقات لازم نسهد لعبتنا اللي اللعبتنا دول هم اللي بيبرحون على الارض الملعب طب احنا معانا نجوم النجوم دول في كرة اليد تعال نشوف هيقولوا ايه على خلد وعودة وندرجع تاني بعد كده اشتركوا في القناة شكرا